كابن عادل حنتكلم في النقطة ديت ولكن استأذنك ان احنا نقول فريق نادي الاهلي والتشكيل النهاردة محمد الشتنوي لحرص المرمة ناحية لمين محمد هاني ناحية الشمال احمد فتحي الاتنين لفي القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف اتنين نص ملعب سولية وديانج قدامهم اجيه حسين الشحات مجدي افشا ورأس حربة قدام مروام محسن هنقولهم مرة تانية محمد الشتنوي في حرص المرمة ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال احمد فتحي الاتنين اللي في القلب ياسر ابراهيم ايمن اشرف اتنين اللي قدامهم سولية ديانج اتنين اللي على اطراف اجيه حسين الشحات وفرستهم محمد مجدي افشا وقدام مروام محسن كابتن عادل عايزة عارف اسباب تفوق نادي الاهلي والزمالك وبعدين حالي بقى نتكلم في التشكيل مبدين نتكلم في حالة اللعيبة يوم المباراة فيه حاجات فيه معطيات بتبقى موجودة قبل المباراة بين الناس بتحليلها والناس بتتكلم فيها وبتقتلها بحثا يعني ولكن يوم المباراة الحالة الفنية يوم المباراة والحالة بدنية والتوفيق بيفرق داخل التسعين ديئة